تحياتي لكم جميعاً وبرحب فيكم بحلقة اسألني رقم 22 وكالعادة رح جاوب على عشر أسئلة من أسئلتكن بما يتعلق باللغة الألمانية معكن إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان وبدون أي إطالة خلونا نبلش استاذ شو يعني جن ديو؟ بتمنى ترد على سؤالي وشكراً سلفاً إذا بدنا نترجمها للغة العربية فينا نقول عيش بهالنعيم مثل لما رفيقك بيشتري شغلة غالية مرتفعة السمن فأنت بتقل له يا عمي عيش بهالنعيم نفس الشي باللغة الألمانية منقل له يعني بتكون إنك عبتتمنى له إني يستمتع فيها يتهنى فيها شي مرة اشتراله هيك شغلة غالية فأنت بتتمنى له إنه يستمتع فيها يتهنى فيها كأنك عبتقل له جنيس اس يعني استمتع بها المعنى مو نفسه 100% لكن قريب إنه جداً الفعل هو جنيسن يعني يستمتع لكن بهاي الحالة بتقل له يعني عيش بهالنعيم إذن التركيب هو يعني إنه يمنح لنفسه شي يستمتع بشغلة إذن بهذا الشكل بيكون المعنى أو كأنك عبتقل له تقريباً جنيس اس يعني استمتع بها إذن الفعل جنيسن يعني يستمتع لكن مو نفس المعنى 100% هاي الحالة اللي بتقل له فيها جنديا لما هو فجأة بيشتري شغلة مرتفعة السمن لكن هو في الأحوال العادية بيشتري أشياء بسيطة ورخيصة فممكن بهاي الحالة إنك أنت تفرح له فتقل له أو كمان ممكن تقل له ياها أثناء الطعام ممكن كمان تقل له يعني إنه استمتع عيش بهالنعيم إذن بهذا الشكل تقريباً بيكون معناها يعطيك العافية شلون فيني أقول نزلت من القطار أو صعدت يعني ينزل ويصعد أنا نزلت من القطار بتقول يعني أنا نزلت من القطار بتقول طيب أنا صعدت إلى القطار فبتقول يعني أنا صعدت إلى القطار أنا صعدت إلى داخل القطار إذن بهذا الشكل بتعبر عن هي الجمال باللغة الألمانية شكراً أستاذ إلهان وجزاك الله خيراً سؤال شلون بقدر أقول أعطيني خلاصة الكلام وشكراً مقدماً إذا كنت بنقاش مع شخص بيحكي كتير وما بقدر يوصل للفكرة بسرعة وإنت بهي الحالة بتحب أنك تقل له أو أعطيني خلاصة الكلام أو أعطيني خلاصة الحديث فبتقل له كوم أوف دين بونكت كوم أوف دين بونكت يعني تعالى على النقطة تعالى على الفكرة بما معناه أنه أعطيني خلاصة الكلام أعطيني خلاصة الحديث إذن بهذا الشكل بتعبر عن هي الجملة باللغة الألمانية شكراً لجهودك يا أستاذ كيف بدي أقول أنت واحد غير مبالي أو غير مهتم إذا أنا ما بسأل عليك ما بتسأل الله يوفق أستاذ مضطر له الجملة إذا بدك تقل له لشخص ليش أنت هيك غير مبالي غير مهتم فيني غير مكترس لألي أنا بسأل عليك أنت ما بتسأل علي فبهي الحالة بتطرح عليه السؤال التالي وبتقل له يعني هل أكون أنا بالنسبة لك هيك شخص أنت ما عندك مبالات لأله ما بتكترس لأله يعني ليش أنت هيك شخص ما عندك اهتماء بتهتم فيني ما بتكترس لألي غير مبالي بالنسبة لألي إذن بهذا الشكل بتعبر عن هذا السؤال باللغة الألمانية أستاذ شو يعني بالزور بتمنى ترد وشكراً أو بجملة هو أجبرني أو خلاني بالزور أعمل هيك بعطيك مثال يعني هو أرغمني على سرقة الدراج الهوائية إذن هو خلاني أعمل هيك بالزور رغما عني غصبا عني إذن بلاحظ هون أني استخدمت الفعل نوتigen يعني يرغم أو بعبارة تانية كمان فينا نقول يعني هو أجبرني على سرقة الدراج الهوائية إذن بلاحظ هون أني استخدمت الفعل يعني يجبر إذن بهذا الشكل بتعبر عن الشي اللي حبيت تقوله باللغة الألمانية لو سمحت شو يعني ما معي فراطة؟ بتقول يعني أنا هلأ ما معي فراطة أنا هلأ ما معي فئات نقدية صغيرة بهذا الشكل بتعبر عن هاي الجملة باللغة الألمانية شكرا أستاذ ممكن من حضرتك تجاوبني على هالجملتين مهمين كتير كتير وإلا يعطيك العافية طبعا مناخد السؤال الثاني فقط لنعطي فرصة لزملائك كيف فيني أقول بلا ما أطوع عن حديثك لا تقاطعني عندما أتحدث لا تقاطعني عندما أتحدث بتقول يعني لا تقاطعني باستمرار أو فيك تقول كمان يعني دعني أو أتركني أكمل الكلام أو أكمل الحديث يعني خليني أكمل الكلام أو خليني أكمل الحديث إذن الفعل يعني يكمل كلامه أو يكمل حديثه إذن بهذا الشكل بتعبر عن الشيء اللي حبيت تقوله باللغة الألمانية أستاذ يعطيك العافية كيف يقول الواحد بالزوبرماركت للموظفة على الكاسر إنه تفتح القفص تبع الدخان إنه أقلا ممكن تفتحي السور بدي أخد دخان شكرا إذا كنت بالزوبرماركت عند الكاسر وبدك تقوله للموظفة إنه ممكن تفتحي لي هذا القفص أو هذا الشبك محل ما محطوط الدخان أو السجائر فبتطرح عليها السؤال التالي وبتقوله كونن زي بيت داس كيتا إفنن كونن زي بيت داس كيتا إفنن يعني هل تستطيعين حضرتك من فضلك أن تفتحي لي القفص أو الشبك إذن داس كيتا يعني الشبك هذا اللي بيكون محطوط جنب الكاسر محل ما بيحطوا فيه الدخان والسجائر طبعا هن بسكرون منعا للسرقات فأنت بهي الحالة بتطرح عليها هذا السؤال وبتقوله كونن زي بيت داس كيتا إفنن يعني هل تستطيعين حضرتك من فضلك أن تفتحي لي الشبك فبالتالي بتعبر عن هذا السؤال بهذا الشكل باللغة الألمانية استاذي الهان يعطيك العافية كيف بقول بالألماني أنا نهنت أو في بعض العالم تمسخر علي بتقول يعني لقد تمت إهانتي وتم أيضا التمسخر علي إنه تضحكوا علي من قبل بعض الناس إذن أنا نهنت وفي البعض تمسخر علي إذن بهذا الشكل بتعبر عن هاي الجملة باللغة الألمانية استاذي الهان كيف فيني أقول انكسرت شي مثلا مزهرية بدي فعل ثاني غير الكابوت انكسرة طبعا كابوت هي صفة وليس تفعل كابوت يعني خربان باللغة الألمانية العامية لكن باللغة الألمانية الفصحة منقول ديفكت يعني خربان متعطل وإنتي هون عبتسأل إنه كيف فيك تقول بالألماني إني المزهرية انكسرت فبتقول يعني الفازة انكسرت إذن بهذا الشكل بتعبر باللغة الألمانية وبهيك منكون وصلنا لنهاية حلقة تسألني لليوم أتمنى أنكم نكونوا استمتعتوا بهاي الحلقة واستفدتوا من هاي الأجوبة وبعتذر من كل الناس اللي مادرت أجون على أسئلتهم عيدوا طرح أسئلتكم أسفل هذا الفيديو بما يتعلق باللغة الألمانية ورح نطقي أهم الأسئلة للإجابة عليها في حلقة تسألني القادمة كان ماكني الهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع الهان تحياتي لكم جميعاً وإلى اللقاء في فيديو قادم